ايه مطلوب منهم يا كابتن لمبارات بكرة؟ يعني ايه مطلوب منهم ومن كابتن حسام البدر؟ يشتغل عليه ايه اللي مطلوب يشتغل عليه علشان مبارات بكرة تدي؟ يعني على اقل انطم من الجماهير شوية انه لا احنا في يعني خلي بالك اصلي ناس بتقول احنا في التصفيات قدام كينيا ويمكن كنت بقول كينيا مصنف 104 عالميا وانت يعني بالاداء ده فناس بتفكر بعد كده بتلعب بقى السنغال بتلعب المغرب بتلعب تونس يعني كلها ودائما بقول انه مع احترامي المنتخبات دي منتخب مصر مفروض يعني تاريخه اقوى بكتير جدا فايه المطلوب علشان الفترة اللي جاي لان مفروض بقى يعني ادي انظار للناس لبقية الفرقة التانية اللي هي عملت كده عملت الشكل ده يعني جزائر وتونس والفرقة دي عملت الشكل ده بتدي انظار لبقية المنتخبات التانية في بطولة افريقيا وفي تصفات كاس العالم مفروض ان انا انزل الناس شوية من مطش بكرة انا مطش بكرة ومهم بالنسبة لي جدا اداء ونتيجة لازم اعمل اداء ونتيجة كويسين يرضوني ويرضوا المنتخب ويرضوا اللعبة ويرضوا الناس وتدي انظار لبقية الفرقة اللي بطولة افريقيا انت كده كده خلاص صعات فانت اسمك وتاريخك مصر اقوى من زي ما انت قلت من فرقة كتير فلازم ادي انظار للناس اللي هي للفرقة اللي جاية بطولة افريقيا لازم اقدي كويس لازم اعمل حتى على اقل اكسب سكور كويس يرضي الناس شوية الناس شايفة انه روح المنتخب المصري اللي متعودين عليها من زمان بقالها فترة غيبة الروح الشخصية واللهبة بتاعت منتخب مصر الزبط بوسي هو عامة لما بيبقى فيه انسجام ما بين الجهاز واللعيبة او الجهاز قريب من اللعيبة شوية بتلاقي الروح دي موجودة انا غالبا اعتقد ان الفجوة موجودة شويةặc بين الجهاز اللعيبة فيه حتة كده الجهاز مش قادر يوصل للعيبة فيها هي مش قادر يقرب من اللعيبة طول من اللعيبة والجهاز قريبين من بعد زي ما شفنا في جيل كبتحسنا شعاتها تحس ان جهاز واللعيبة قريبين او من بعد فالروح بتبقى موجودة او الاداء بيبقى شكله كويس اعتقد ان الفترة الحالي دي فيه شوية فجوات كده موجودة مبين اللعيبة وبالجهاز فهي اللي مخليها الروح مش المطلوب يعني مش الروح المطلوبة للناس مستنية